بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة انعقدت أشغال أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزري وذلك بمشاركة المغربي بوفد يرأسه سفير المملكة بالقاهرة ومندبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد محمد أيتو علي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال إن تعزيز نمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية يتطلب نقلة نوعية في التعامل مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة وأضف أن التحديات العالمية تقتضي نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي حيث أن الاتجاه اليوم في كافة مناطق العالم يذهب لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى الأقاليم الجغرافية وذلك بعد أن ظهرت مشكلات العولمة وخطورة الاعتماد عليها على نحو استراتيجي وتبع أن جهود تكمل الاقتصادي العربي تحتاج لتسريع وتكثيف يكون على مستوى تحديات القائمة مؤكداً على الحاجة إلى تفعيل الآلية العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة الاجتماع يناقش بنود جدول الأعمال المرفوعة إلى الدورة الوزارية من الاجتماعات التحضرية للمجلس ويناقش كذلك بندًا حول الاستثمار في الدول العربية وتجربة المملكة المغربية في قطاع البريد ومبادرة الفضاء ماداك ويستعرض كذلك الموضوعات الاقتصادية الدورية ويناقش تقارير وقرارات المجالس الوزارية